طيب يا جماعة بعرف انه يعني بهذا الفيديو راح اجرح وامس مشاعر الكثير من الاصدقاء والمتابعين بس مضطرين كرت شاشة واخيرا بعض الانتظار اصدقائي من جالاكس كرت شاشة جي فورس ارتي اكس 3060 تي اي بمواصفات رهيبة وجميلة وبناسب الجميع خصوصي جماعة المطفرين واللي كل مرة بكفي هلكتنا منتجات عالية جمنا لكم شيء الاقتصادي والتفاصيل بفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي ارجعنا بهذا الفيديو الجميل والرهيب واللي عطول يعني من انتظر فيديوهات كروت شاشة طيب يعني يعني اعرف انا بهذه الظروف ما عاد فيني انه مش متوفرين لا في كروت شاشة متوفرة كروت شاشة يا جماعة بس الاسعار يعني شوية شوية يعني ممكن ان شاء الله طيب الايام القادمة تنزلوا اكثر واكثر لكن ليش ما نحكي عن كروت شاشة اقتصادية ونعملكم ايضا فيها تجمعات اقتصادية مباشرة نروح نطلع على كروت شاشة اللي معنا ونبدأ بفتح الصندوق او نطلع على الصندوق اللي بيأتي عليه جالكس بهاي الرسمات الجميلة ايضا طبعا الاتش ار فجماعة التعدين صفونا عجلة طيب راح نشوف هون ايضا عنا الثمانية جيجا طبعا بيأتي كل مواصفات الجميلة ورهيبة وبكفي حكي وارجينا وارجينا شو في بها الصندوق وارجينا يا عبيدة شو بعثين لد جالكس طيب يالله الراق وشغلات اعطوناها على جنب ياسر ياسر هاي كرة الشاشة وهذا كابل بتوصلوا من هون للماذر بورد وحركات خلينا على كرة الشاشة طيب بسم الله بسم الله رغم انه مروحتين لكن حجمه كبير يعني خلص يعني بتعف انه من فئة الثلاثة طيب مباشرة اصدقائي متفرج عليه ونشوف التصميم كالعادة اصدقائي جالكس بتقدمنا هذه التصميمات الجميلة منها سنشوف من الوجه الاعلى هون عنا مروحتين طبعا بيأتي بهذا التصميم وهذا المثل المعدن اللي حوالي بهذا التصميم اللي بعطيك انه طيب من الخلف عندنا هاي اللوحة كاملة بتكون من المعدن راح نشوف من الجنب كل امور الهيتسينك والحركات ومنفذ هون الثمانية بين بالاضافة لحكيت هاي من هون انت بتوصل الكابل بين الماذر بورد وبين ايضا كرة الشاشة اكيد لو طلعنا على المنافذ بشكل سريع راح نشوف في عنا هون اربع منافذ ثلاثة ديس بلاي بورت واحد اتش دي ام اي يعني اذا نتفرج اكثر على تصميم بشكل سريع فاكرت شاشة بشكل عام ما هو ذاك الوزن العالي لبسو الوقت ما هو وزنه خفيف مقارنة مع اجيال السابقة اللي بتكون بمروحتين لا هذا اكبر وثقل طبعا ما هو بحجم اكيد لثلاث مراوح لكن في نفس الوقت يعني حجمه متين شايفين احنا كل تصميم اهمنا كيف عم بيكون طيب الان يعني بكفي حديث عن هذه الكارت ولازم اكيد نروح نتوجه الكمبيوتر نركب نعمل فحص ونلعب ونشوف كل التفاصيل اللي بقدمنا ياها الدقة راح علعب على الفول اتش دي على تو كي على فور كي بعطيكم كل شي ونعمل كل الاختبارات بشكل سريع الاختبارات راح نعملها على هذا الجهاز عندي اللي مخصص الالعاب سيكون عندي الكور اي ناين الجيل العاشر بإضافة للموتربورد من الفئة العالية ايضا في عنا الذواكر 64 والباور عندي 1000 واتفة لأموك كلها تمام بالنسبة لهذا الكارت فقط عليه ويعطينا شغله مباشرة هذا البنشمارك طيب يا جماعة اخينا نروح للبنشمارك والبداية اكيد مع فور مارك عملت اختبارين واحد على الفور كي واحد على تو كي والبداية مع الفور كي مثل ما شايفين يا جماعة بلشنا الاختبار والاختبار لا يوجد اي مشاكل يعني عندما تقوم بعمل دقة الفور كي ونعرف الفير مارك يضغط الجي بيو بشكل كبير يضغط كارت الشاشة بشكل كبير فدرجة الحرارة لا زادت عن تقريبا 65 فالأمور ستكون طيبة ننتقل ونرى النتائج بشكل سريع مثل الملاحظين الجماعة درجة الحرارة اعلى شيء وصلت له 64 الفريمات وصلنا هنا تقريبا لأعلى شيء 63 الأفراج 62 وأقل شيء 57 صراحة على كارت الشاشة أنا أعتبرها ممتازة أما عند دقة التوكي فالأمور كانت سهلة جدا على هذا الكارت وبكل بساطة انتهى الاختبار ونرى النتيجة هذه النتيجة أمامكم من أصدقائي أعلى حرارة وصل لها 66 نعم هنا يوجد ارتفاع زيادة هناك درجة الحرارة لكن سنعرف أن الفريمات ما نزلت عن المية وثمانية فريم هذا الأمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار ودرجة 60 يعني لا شيء يا جمعة الخير الاختبار الثاني هو اختبار V-Ray بنشمارك سأختار على GPU مباشرة نعمل خلال دقيقة سيعطينا النتائج ونرى الأرقام التي ظهرت معنا وهذا الرقم الذي ظهرت معنا وهذا الرقم الذي ظهرت معنا وهو 409 على اختبار V-Ray GPU وطبعا رقم جميل وجيد بالنسبة له كرة الشاشة على الاختبار الأهم والقوي وهو 3D Mark أكيد عملنا مباشرة ومشينا بالاختبار بهذا الشكل السريع والجميل ستراكب كل الحركات وصراحة إذا تفرع على تفاصيل الاختبار اثنين اختبار ليس لدي أي مشكلة فمشي الأمور كانت طبيعية جدا ونشوف النتائج عنها هاي نتائج أصدقائي أمامكم مثل ما شاهدين صراحة عملت أكثر من اختبار في اختبار إجاني 11300 11200 11200 11000 لكن حبيت أحط أقل رقم طلع معي ولهو 10500 لكن صراحة أكثر رقم طلع معي هو 11200 ممكن أحضر لكم صورة بشكل سريع مثل موضوع أمامنا أصدقائي الفريمات عنا حققت ارتفاعات وانخفاضات لكن لم نزلت عن تقريبا 50 في نفس الوقت دراجات الحرارة أعلى وصلت له 68 لكن كانت مرة واحدة ورجعت كانت تقريبا مستوية على 66 أمر يعتبر جدا جيد طيب الآن أكيد ننتقل للاختبارات المهمة والتي هي اختبارات الألعاب ومع لعبتي الجديدة المفضلة والتي هي Call of Duty Vanguard لعبت فيها أكثر من موض لعبت فيها أكثر من لعبة بصراحة موضوع جميل جدا الآن ألعب على دقة 2K الفريمات لم نزلت يعني عن 90 95 تنزل الآن إلى 88 90 لكن هذا شيء قليل كل المودات نفس الوضع كان جميل جدا أنا أضعوا الإعدادات الألتر أعلى والأمور كانت سليمة جدا فصراحة تلعب في أي لعبة بدقة 2K وأنت بكل أريحية تحب تلعب على دقة 4K أكيد لا يوجد مشاكل سوف أعطيكم أختبارنا الأخير لليوم أصدقائي وهو أكيد على Forza Horizon 4 للأسف ليس 5 لكن اللعبة ما زالت قوية وفيها أشياء جميلة جدا طبعا لا تحسوا عليه اللعب لأن اللعب كان حبارة عن حركة بسيطة جدا وخبطنا فيها لم يظل حيط لم يدخلت فيه وكسرت سيارة تكسير لكن المهم أن الاختبارات والأرقام المشافين لم يزادت عن 66 الفريمات للأسف ليس ظاهرة لكن الرقم الذي أخبركم لم يزادت عن 100 P4 نتحدث عن عالم مفتوح عن ألوان عن بيئة متغيرة بكل صراحة اللعبة تمشي مثل سكينة بالحلاوة ننتهي من الاختبارات أصدقائي وننتقل للخلاصة بشكل سريع هذا الكرت بالظروف الحالية وتوافر الكروت أنا أرى كرت مناسب بالنسبة للناس الذين يحبوا يلعبون في اللعاب 2K والفل اتش دي يعتبر كرت نوعاً ما اقتصادي ما عانينا أبداً من مشاكل الحرارة قدم لي تجربة جميلة أكيد أنت إذا عندك شاشة على سبيل المثال يعني 2K أو فل اتش دي ما في داعي تروح مع الأرقام العالي من الكروت رح يناسبك هذا الشيء لأنه أنت مو محتاج للدقات العالية وما هيك عم بيشغل 4K بدون أي مشاكل لكن تختلف حسب اللعبة الكرت من ناحية الحرارة شفنا ما في مشاكل المنافذ كلتها أنت موجودة بالدكية فأنا رأيي بهذا الكرت وهو كرت جيد ومناسب لجميع اللاعبين الذين لا بدهم يعني يكسروا الميزانية وهذا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو وأتمنى أن يكون نال إعجابكم واستفدته واستمتعته فيه اكتب لي رأيك بصندوق التعليقات بهذا الكرت وإذا كنت ترونه بتجميع لأنه لدينا عدة كاملة من غالكس فأفكر أعمل تجميعها كاملة لغالكس بكل منتجاتها الجميلة طبعا تجميعها تكون اقتصادية وتناسب الجميع ولا تبلشون هلكتنا بالفيديوهات لم أعرف شو هم المنتجات العالية فأكيد نزبطكم بفيديو وتجميعها جميلة شاكر أكيد متابعتكم وأكيد الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم كاما معكم عبيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته